تحياتي دائما يضرب المثل بالإخلاص ببعض اللاعبين ربما فرانشيسكو توتي روما من أشهر الأسماء التي توصف باللاعبين اللي ضحوا بالألقاب والإنجازات مقابل حبهم للنادي أيضا خاف يارزانيتي بإنتر ميلان وكذلك أسماء كثيرة آخرها واللي أعاد المصطلح للواجهة في الكرت القدم ماركو رويس اللي أعلن عن رحيله عن بروسيا دورتموند ولاعب اللي بعد إعلان رحيله لاحظت بالسوشيال ميديا بأكثر من اللغة عمام نتكلم عن لغتنا بس العربيا كان فيه كلام والله غلطان يابي لو طلع برشلونة أخله رح على الستي رح على اليونيتد رح على أبصر وين كان والله مسيرته أحسن والآن أموره تمام وفيه ناس قالت لك لا والله الزلم كان بحب النادي وضل فشو الصح والغلط في مفهوم الإخلاص في الحقيقة وبالمختصر ما فيه لا صح ولا غلط ليش؟ لأنه أولا كل إنسان مختلف بقسطه عن الإنسان الآخر وكل إنسان عنده أسلوب لحياته مختلف عن أسلوب الإنسان الآخر إحنا مختلفين عن بعض بشو بريحنا؟ شو بيخلينا مبسوطين؟ شو بيخلينا سعداء؟ شو بيخلينا حتى نحس أن عب ننجز؟ ممكن البعض إنجازه بتحقيق الألقاب ممكن البعض إنجازه بأنه يكون قريب مع عيلته في مدينته اللي تعود عليها فالألقاب والإنجازات والبطولات لا تعني شيء إذا أنت مش مبسوط بحياتك اليوميا آه هتحمل كأس دور الأبطال وتروح بالأخير وإنت مش مبسوط في النادي اللي بتلعب فيه ومش مبسوط في المدينة اللي عايش فيها ومش مبسوط ببعدك عن منطقة معينة بتنتمي لها ما إلها أي معنى وهذا الشيء صار كثير وحتلاحظه كثير لاعبين بعد لحظات معينة إنت بتشوفها تاريخية تتويج بدور الأبطال ثلاثية بتلقى بيقول أنا طالع فشو اللي بيخليهم يطلعوا رغم رحضة المجد هادي هو البحث عن الراحة كإنسان مش الراحة كلاعب فلازم دايما نتذكر أنه هذول اللاعبين بشر فرانشيسكو توتي لو يرجع فيه الزمن عشرين سنة لورا ممكن يكون بشخصية مختلفة يشوف أنه لازم يحمل ألقاب ويتتوج ويكون ملك فعلي بالكؤوس ويقرر الروح على أندي كبيرة لكن حتى هذا القرار للعلم مش مضمون مين قال أنه اللاعب لما ينتقل من نادي لنادي مضمون نجاحه في كثير لاعبين طلعوا خارقين من أنديتهم يبدوا الأفضل بالعالم راحوا على مكان ثاني ما حققوا شي لربما أشهر مثال إزلتان إبراهيموفيتش هو بيطلع من هون لهون لهون بدور على دوري أبطال أوروبا وما زبطت معه إذن مش شي مضمون إنك لما تنتقل تنجح أيضا خلينا نكون واضحين الموضوع بيشبه موظف إنت عندك بالشركة هو الشركة ظالميته ما بتزيده ما بترفعه رغم استحقاقه ذلك بس مبسوط مبسوط إنها قريبة من منطقته مبسوط بطريقة شغله بوقت عمله مبسوط في غيره بيكون جاعد جنبه بيجيله الترفيع وبيجيله الراتب للزيادة بتلقاه بيستقيله وبطلع لأنه مش مبسوط بالأخير القرار دائما على مدى ارتياحك وانسجامك مع نفسك فالموضوع شخصي بحت هذا بناسبني أو ما بناسبني هارك ينطلع سبيل المثال رعى بايرام يونيخ عشان يجيب الألقاب وهذه النظرية أنك تضمن الألقاب مش مضمولة بكرته الخدم وما زال حتى اللحظة مش جايب ولا لقاب معهم لا دوري ولا دوري أبطال خلينا نشوف طبعا شو هيصير معاه بالإياب مع ريال مدريد لكن هذا البوريك إنه أف طب لو ما جابش دوري الأبطال والسنة الجاي ما جابش الدوري تقريبا عقده خلص وأموره تعقدت وطلع على الفاضي بدل ما يكون لاعب تتنهامي الأيقوني الذي لم يستغني عنهم طلع اللاعب الذي خرج منته تنهام ففشل طبعا مش فشل على المستوى الفردي لأنه أرقامه مذهلة لكن فشل على تحقيق حلمه اللي هو الألقاب الكبرى فهذه باختصار جوابي على قصة الوفاء والإخلاص بكرته القدم له صح وله غلط المنطق الطبيعي باللاعب الطبيعي إنه يدور على أحسن راتب ممكن وأحسن مكان ممكن يخليه يخلد بذاكرة الناس ويحقق إنجازات وألقاب هذا الطبيعي لكن فيه ناس بيحبوا أجواء أخرى لحياتهم يعني تتي خلد بسبب إخلاصه لروما أكثر من تخليد لاعبين آخرين مع إنتر ميلان حققوا ثلاثية هذا بوريك أنه ربما حتى المكافأة هون كبيرة رويس سيخلد في تاريخ ذاكرة دورتموند أكثر من لاعبين ربما حققوا ألقاب أكثر منه في دورتموند لأنه الناس حتذكر هذا الرجل المخلص اللي رفض فكل شيء له مكافأته كل شيء له ثمنه هذه هي الحياة ببساطة وكل واحد بيختار قراره بنوصل هنا نهاية هذا الفيديو كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتا وإنستغرام وتيك توك وسناب شات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته